فيلمنا بيتكلم عن شخص بيتحبس في حمام سباحة عميق جداً وبيتفاجي نفيه تمساح موجوب معاه وعاوز يأكله فتفتكروا بقى هيكون ايه مصيره معكم اياذ عبد المنصف ويلا بينا نبدأ فيلمنا بيبتدي الفيلم بشاب اسمه دي وهو مغم عليه في حمام سباحة عمق 40 متر وبيكون متعور وجسمه كله مليان دم ولما بيفوق بيلاقه قدامه تمساح بيعد رجله وبيسحبه نحيته عشان يأكله فبيحاول دي يضربه برجله التانية وبيقدر يفلت منه بصعوبة وبيفضل يسحف ويبعد عنه فبيشوفه الكلب بتاعه وبينبح بر حمام السباحة وبيكون مش عارف يطلع له لان الحمام عمقه 40 متر ومفيش سلم يطلع منه ده غير انه مصاب في رجله وصعب يتحرك من مكانه بنرجع بقى بالزمن 6 ايام عشان نعرف اللي حصل وبيكون فيه مخرج وفريقه بيصوروا اعلام في حمام السباحة وفجأة بتتعطل الإضاءة قبل ما يخلصوا تصوير الإعلان فبينادي المخرج على دي وبيطلب منه يصلح كل الانوار بسرعة عشان يكمله التصوير وبنعرف ان دي بيشتغل فن إضاءة وبيكره شغله جدا واثناء ما كان بيصلح الإضاءة بتيجي خطبته كوي ومعها الكلب بتاعه وبيعرف ان المخرج ده له فلوس زيادة على مرتبه مقابل ان يخلي الكلب بتاعه يمثل مشهد في الإعلان وبعد شوية بيروح دي عشان ياخد حقنة الإنسولين بتاعته وبتيجي كوي وبتقوله انها حامل منه وسعيدة جدا عشان هيكون عندهم طفل فبيفتكر دي انها بتهزر معاه وبيحاول تظاهر قدامها انه فرحان لحد ما بييجي صاحبه ماي المساعدة المخرج وبيعرفه ان هياخد الكلب بتاعه عشان يكمله التصوير وبعد ما بيخلص الإعلان بيتصور كل فريق العمل قدام حمام السباحة لانهم أخيرا خلصوا الإعلان اللي شغالين عليه بقى لهم أسبوعين وتاني يوم بينزل دي حمام السباحة وبيكون موجود هناك مع ماين عشان يفضل مياه من حمام السباحة فبيكرر دي يقعد هناك شوية ويستمتع بوقته قبل ما يرجع البيت وبيرمي كرة للكلب بتاعه عشان يلعب معاه ولكن الكرة بتبعد وبيدخل الكلب غرفة التحكم بتاعت حمام السباحة وبنكتشف ان حمام السباحة ده مهجور من فترة طويلة جدا وحصل فيه فايضان من 3 سنين اتسبب في وجود تمسيح كتير جدا فيه فبييجي ماين وبيفتح جهاز شفط المياه من بلعة الصرف وده عشان يفضل مياه في حمام السباحة قبل ما يمشي وبعدها بياخد الكلب بتاع دي وبيربطه في العمود وكمان بيسيب لي دي حقنة الإنسولين بتاعته وبيعرفوا انه يمشي عشان عنده شغل ومسافر فبيقوله دي انه يقعد شوية في حمام السباحة وبيطلب منه يتصل بمحل الأكل ويطلب له بيتزا فبيوافق ماين وبيفكروا انه لازم يخرج من حمام السباحة كمان نص ساعة وده لانه فتح بلعة الصرف والمية كلها تتصفى وبينام دي في حمام السباحة من غير ما يحس ومع الوقت بيبدأ منصوب المية يقل بسبب جهاز الشفط اللي في البلعة وبعد ساعة بيصحى دي على صوت الكلب بتاعه وبيتفاجئ ان حمام السباحة قرب يفضل وللأسف بسبب ان الحمام ده مهجور بقاله 3 سنين ما بيكونش فيه سلم عشان يطلع من عليه فبيعوم بسرعة ناحية الحفة وبيحاول يطلع ولكن بتفشل كل محاولاته بسبب ان حمام السباحة عمقه كبير والمية قلت جدا واثناء ما كان بيحاول يطلع بيتعور في صباعه وبيروح يجيب العوامة وبيقف عليها وبيربط ان الضارة بتاعته بحبل عشان يجيب موبايله ويكلم خطبته تساعده وبيفضل يصرخ بصوت عالي ولكن محدش بيسمعه لان المكان مهجور وفجأة بترن عليه خطبته كوي وبيفضل الموبايل يتحرك بسبب الهزاز وبيكون على وشك ان يقع فبيقف دي تحت الموبايل عشان يمسكه اول ما يقع بس بيلاقي الكلب بتاعه تزعلق ملع الحفة وقرى بيقع في الحمام هو كمان فبيضطر دي يسيب الموبايل وبيعوم ناحية الكلب لحد ما بيوصله وبيرفعه بالعوامة بتاعته وفي الوقت ده بيقع الموبايل لكنه بتعلق بسلك الشاحن واول ما دي بيشوفه بيعوم بسرعة وبيحاول يمسكه قبل ما يقع في المية ولكن منسوب المية بيكون قل أكتر من الأول وللأسف بيقع الموبايل في حمام السباحة وبيبوز فبيغتص دي تحت المية وبيسد بلعت الصرف بروب السباحة بتاعه وده عشان المية متقلش في الحمام أكتر من كده وفي الوقت ده بيجي عامل التوصيل بتاع البيتزا فبيتصل على صاحبه ماين لأنه هو اللي طلب البيتزا وبيقوله ما فيش حد موجود في حمام السباحة فبيأمره ماين يسيب البيتزا ويمشي ولما بيشوفه دي من تحت المية بيحاول يطلع عشان يخليه ينقذه ولكن لسوق الحظ بيتعلق الحزان بتاعه في بلعت الصرف وأول ما بيفكه وبيطلع لسطح المية بيكون عامل التوصيل مشي فبيطلع دي على العوامة وبينام شوية عشان يستريح وفجأة بتيجي خطبته كوي وأول ما بتشوفه ونايم بتطلع منصة عشان تنط في حمام السباحة وعشان تفجأه فبيصحى دي على صوت الكلب بتاعه ولما بيشوف كوي بيزعق لها وبيقول لها ما تنطش ولكن كوي بتتزحلق ورأسها بتتخبط في المنصة وبعدها بتقع في حمام السباحة وبتفقد الوعي فبيروح دي عشان يطلعها من المية وبيحطها على العوامة ولما بيلاقيها بتنزف دم كتير بيختص تحت المية وبيجيب الرؤب اللي كان سادت به بلعت الصرف وده عشان يربط على رأسها ويوقف النزيف وبالليل بيقل منصوب المية بشكل كبير جدا لدرجة انه دي بقى يقدر يمشي على الارض وبتكون كوي لسه فقد وعيها وفجأة بيخرج تمساح من غرفة التحكم وبيسمع صوت نباح الكلب بتاع دي وبيقرب نحيطه عشان يكله فبيتفزع دي اول ما بيشوف التمساح وبيحاول يخلي الكلب يبطل نباح عشان ما يلفتش انتباه التمساح بس التمساح بيكون شايفه وبيقرب منه وقبل ما يهجم عليه بيكعمل في المواصير وبيقع جوه حمام السباحة فبيترعب دي وبيحاول يبعد عن التمساح على قد ما يقدر وبسبب ان حمام السباحة عميق جدا بيتأثر التمساح من الوقعة وبيبدأ ينام وتاني يوم بيفضح حمام السباحة من المية وبتكون كوي لسه فقدة وعيها وكمان التمساح بيكون نايم وفكة مفتوح وجوه شريط لازق كان موجود في حمام السباحة فبيفكر دي في طريقة عشان يخرج من حمام السباحة قبل ما التمساح يصحى وبالصدفة بيلاحظ ان في جيب كوي اختبار حمل والنتيجة فيه ايجابية فبيتفاجئ انها حامل بجد لانه كان فاكر انها بتهزر معاه لما قالت له انها حامل فبيحاول يفوقع عشان يتكلم معاها وبيلاقي ان الجرح اللي في راسها رجع ينزف مرة تانية فبيقرب من التمساح بهدوء عشان ياخد من فكه شريط اللازق وده عشان يحطه على الجرح بتاع كوي ويحاول يقلل النزيف بس فجأة بيصحى التمساح ومن حسن الحظ بيقدر دي ياخد شريط اللازق في اخر لحظة وبيروح لكوي وبيربط لها الجرح اللي في راسها وبيحاول يشربها شوية مية كان محويشها في جردل ولما بيلاحظ ان التمساح عاوز يهجم عليهم بيروح يفتح بلعة الصرف عشان يدور على مخرج بسرعة واول ما بيرجع لكوي بيتفاجئ ان التمساح يدر يدخل البلعة عشان يدور على اي مخرج على الرغم ان ده طبعا في خطور عليه وفعلا بيدخل البلعة وبيمشي في نفق طويل لحد ما بيلاقي مخرج بس للأسف بيكون مقفول بقفل وبالصدفة بيلاقي قدامه مرايا متوجهة ناحية حمام السباحة وبيشوف فيها التمساح وبيقرب ناحية خطبته كوي فبيرجع بسرعة وبيسحب التمساح من ديله وبيبعده في اخر لحظة وفي اللحظة دي بتفوق كوي وبيروح دي عشان يتطمن عليها وبيكون مستغرة من التمساح لحد دلوقتي ما هجمش عليهم وبالليل بيكونوا قاعدين في حمام السباحة وهم مجعانين وبتوقع كوي على الكنبة اللي كان بيستخدمها المخرج في تصوير الاعلان ومن حصن حظهم بيلملهم الكلب علبة البيتزا فبيقعد يأكلها هو خطبته كوي وبيقعد انه هيحميها ومش هيخلي التمساح يأذيها وتاني يوم بيسحى دي وعطشان وبيلاقي الميا اللي معاهم خلصت وبيكون ده اليوم الرابع ليهم في حمام السباحة فبيفقد الوعي من شدة العطش وبيحلم بكل لحظاته مع كوي لحد ما بيسحى بالليل وبيلاقي ان كوي قاعدة جنبه فبيتشاور له على عشه البيت بتاع التمساح اللي موجود جنب بلعة الصرف فبيتصدم دي وبيفهم ان التمساح ما كانش قادر يهجم عليهم لانه كان مرهق وعاوز يبيض وفجأة بتبدأ السماء تمطر وبتكون دي فرصة كويسة ليهم عشان يجمعوا شوية مية في الجردل ويشربوا منها وتاني يوم بيغط دي بلعة الصرف بروب السباحة بتاعه وبيمثل كده انه مغم عليه فبيقرب بينه التمساح من غير ما ياخد باله من الروب لحد ما بيقع في بلعة الصرف وبيقفل عليه دي غطى البلعة وكمان بيزق الكنبة فوق البلعة عشان يضمن التمساح مش هيخرج وبعد شوية بيحاول يولعوا نار من الخشب بتاعش التمساح وبيسلقوا كمان البيت بتاعه وبيبدأوا يكلوه وبالليل بيقربوا الكنبة من حفة حمام السباحة وبتطلع كوي على كتفي دي عشان تخرج من حمام السباحة ولكن بتفشل وبتعود تتكلم مع دي وبيقولها انه عاوزها تنزل الجنين اللي في بطنها فابطى نهار كوي وبتضربه وبتقوله انها ضحت بكل حاجة عشانه وفي النهاية النتيجة انه عاوز يتخلى عنها فبيقطع دي وبيقولها انه فكر في كده انه شخص فاشل ومش قدم مسئولية لكنه بيوعدها انه يتغير وبيعتذر له على كلامه ولما بيطلع النهار بيفتحوا غطى الصرف للتمساح عشان يخرج وساعتها يدخلوا هم ويحاولوا يروحوا للمخرج اللي هيطلعوا من حمام السباحة وبتنزل كوي في بلعة الصرف وفي اللحظة دي بيكتشف التمساح انهم اكلوا البيت بتاعه فبيتحرك نحيتهم وغطبان عشان ينتخم منهم وياكلهم ولكن دي بيقدر يهرب منه هو بيدخل البلعة وبيقفلها بغطى الصرف في اخر لحظة وبعدها بيقرر يروح هو وكوي ناحية المخرج اللي مقفول بقفل هو بيبدأ يحس بالتعب وبيتجيله نوبة السكر وده لانه بقاله خمسة أيام ماخدش حقنة الانسولين هو اول ما بيروح ناحية المخرج بيلاقي حقنة الانسولين اللي صحبه ماء كان سيبهعله قبل ما يمشي فبيحاول يسحب الحقنة بسلك طويل ولكن للأسف الحقنة بتقع منه وتتكسر فبيفضل يعاية ومحبط لحد ما بيلاقي جنبه علبة الحقن بتاعته اللي وقع من مايه فبياخد دي الحقنة وبيستعيد نشاطه من تاني وفجأة بيشوف براشوتات جاية من السماء فبيقرر يرجع لحمام السباحة مرة تانية عشان ينادي للشخص اللي راكب البراشوت فبيأمر كوي تسد فتحة المدخل اللي هم فيه بالبرميل وبعدها بيرجع تاني لحمام السباحة لكنه بيتفاجئ ان البراشوت ده مجرد لعبة أطفال وبيكون التمساح نايم فبيسرخ بصوت عالي عشان صاحب اللعبة يسمعه وفجأة بتيجي رياح شديدة جدا وبتقطع سلك شايك وبيبدأ ينزل جزء منه في حمام السباحة فبيمسيكه دي وبيبدأ يطلع عليه وبيكون مصمم انه يخرج من حمام السباحة على الرغم انه بيتعور في ايده وبينزف واول ما بيوصل لحفة الحمام بيتقطع السلك وبيقع في الحمام ورجله بتتكسر فبيربط خشب على رجله وبيفقد الوعي ولما بيفوه في اليوم السادس بيحصل زي اول مشهد في الفيلم فاجأة بياجم عليه التمساح وبيعضه من رجله وبيفضل دي يضربه برجله تانية لحد ما بيفت من فك التمساح وبيبعد عنه وبالليل بتبدأ السماء تمطر وبتدخل مياه كتير جدا في المدخل اللي كوي موجودة فيه فبتخبط على برميل عشان دي يسمعها ويبدأ يحرك البرميل قبل ما المدخل يغرق وفعلا بيسمع دي صوتها وبيسحف نحية الصرف عشان يرجع لها وفي طريقه بيشوف مدخل تاني غير اللي كوي موجودة فيه ولما بيتحرك نحيته بيتفاجئ ان فيه بلعة هتخرجه من المكان اللي هو فيه فبيفتح غطل بلعة هو سعيد واول ما بيطلع بيتفاجئ انه موجود في حمام سباحة تاني جنب الحمام القديم اللي كان محبوس فيه وبيصرخ بصوت عالي هو فقد الامل وبعدها بيرجع ينام في نفق الصرف لحد الصبح وفجأة بتقع طيارة لعبة بتاعت اتنين شباب في حمام السباحة ولما بيروحوا هناك عشان ياخدوها بيكونوا مش شايفين دي وكوي لانهم موجودين في الصرف فبيجيبوا سلم وبيربطوه في المواسير وبينزلوا ياخدوا الطيارة بتاعتهم وبيكونوا مش شايفين التمساح لانه نايم وركنة بقى واثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض بيسمع دي صوتهم وبيتحرك بسرعة من النفق عشان يروح لهم ولكن للأسف بيلاقيهم مشيو ولكن من حسن الحظ نسيو السلم بتاعهم في حمام السباحة فبيتحرك دينا حيتسلم وما بيعرق ولكن التمساح بيخرج من مكانه وبيمنعه بنرجع بقى تاني لكوي ويا في المدخل وبتكون كوي خلاص على وشك انها تغرق فبتعوم وبتطلع على سطح المياه لحد ما بتوصل لغطى المخرج وبتفضل تصفر بالصفارة بتاعتها من برا الغطى عشان تتنفس من خلالها وما تتخنقش وفي الوقت ده بيستعد دي وبيلف سلك شايك على ايده عشان يواجه التمساح ويقتله بس التمساح بيكون اقوى منه وبيوقعه على الارض وبيعضه في بطنه وأول ما بيسمع دي صوت صفارة كوي بيعرف ان المدخل اتمالة مية وانها مسكة في غطى الصرف وبتصفر له عشان ينقذها قبل ما تغرق فبيكسر دي رجل الكنبة وبيغرزها في راس التمساح وبيحاول يتحرك ناحية السلم عشان يخرج ويجيب اي حبل ينقذ بيه كوي ولكن لسوق حظه بتتحرك المصورة اللي مربوط فيها السلم وبيتسحب السلم بر حمام السباحة خالص فبيانهار دي ملعيات وبيكون مش مستوعب ان حظه سيء للدرجات دي ولما بيسمع الكلب بتاعه صوت صفارة كوي بينطف حمام السباحة عشان يروح ينقذها ولكن للأسف بيتشنق وبيموت بسبب السلسلة اللي مربوطة في رقابته فبيتعصب دي لانه مقدرش ينقذ الكلب فبيمسك مصورة وبيغرزها في بقء التمساحة وبيقتله واخيرا بيتخلص منه فبيحاول يفكر في طريقة عشان يروح لكوي وينقذها قبل ما تغرق وبعد تفكير بيمسك في الكلب وبيطلع السلسلة اللي متعلق فيها لحد ما بيخرج اخيرا من حمام السباحة وبعدها بيروح نحية المخرج اللي فيه كوي عشان ينقذها لكنه للأسف مش بيقدر يشيل الغطى فبيجيب مصورة وبيتشعلق فيها عشان يستخدم وزنه ويشيل الغطى بس المصورة بتتحرك وبتودي نحية حمام السباحة مرة تانية وبيكون الحل الوحيد لي عشان يفتح الغطى هو ان يضغط على المصورة ويقع في حمام السباحة مرة تانية فبيكرر يضحب نفسه عشان ينقذ حبيبته وفعلا بيفتح الغطى وقبل ما يقع بسواني بيمسك في حفة الحمام وبيقدر يطلع في الوقت المناسب فبيروح المدخل بسرعة وبينزل يجيب كوي ولما بيلايها فقدت الوعي بيعمل لها انعاش على قلبها وبيعيض وده لانه خايف ان كوي تكون ماتت فبتفوق كوي أخيرا وبيكونوا فرحانين انهم خرجوا من حمام السباحة وده بعد معاناة استمرت لمدة سبعة ايام وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة